اشتركوا في القناة كاركتر حالة اشخاص قرروا حين اتوا الى هذه البلاد الى روسيا انهم ينسلقوا من جلدهم ماشي في ناس ما بيعجبهمش الجلد الحالي يقولك نغير جلدنا يبقى عندنا عداد جديدة في روسيا نتعلمها من الناس هنا ونبقى زيهم والحياة تمشي او حتى نتعلم منهم بعض الاشياء نقدر نقوله ولكن هذا لا يتضمن في طياته انك تذم في مواصفات الجلد القديم يعني حد جاي من مصر وجاي هنا سواء خد الجنسية الروسية ام لا يبتدي يقولك بصوا شوفوا التماثيل احنا هنا في بارك بابيدا بالمناسبة يقولك عندهم حدائق هيا ومفتوحة للناس والاصفال في كل حتة وكله وماشي كويس واحنا مثلا في مصر مفيش الكلام ده الكلام ده عشان روسيا ناس منظمين ومهتمين بشغلهم فعشان كده لكن مصر مش كويسين وحشين كاسولين الكلام الفارغ ده طبعا عايز اقول لحضرتك الامبراطوريات التاريخية عادة ما بتحتل دول وبالفلوس اللي بتاخدها من الدول دي بتبني اللي حبك شايفوه ده تاريخيا حتى الفتوحات الاسلامية اما كانت بتكافشر اماكن او بتاخذوها او بتفتحها بياخدوا منها غنائم والغنائم دي بيتعامل بها حاجات تنفع الشعوب سواء في الارض اللي فتحوها او غيرها مكتبات در در المال يعني حاجات كتيرة او بيت المال سوري بيت المال اللي يساعد ناس يبنوا مباني يعملوا اي حاجة بالفلوس مو بالغنائم ولكن دي مش قصتي انا قصتي واضحة انا بتكلم على الشخص اللي بيها ذم يقول لك بص شوف دول عدهم لهذا يا اخوة وجدنا ان هناك من يدعم الاحتلال البريطاني في مصر عندما احتله مصر وجدنا من يؤيد الاحتلال الفرنسي عندما احتله تونس والجزائر والمغرب و سوريا ولبنان فنحن لا ننسى احنا ليه بنفتكر بس الجزائر والمغرب وتونس تحت الاحتلال الفرنسي وبننسى لبنان وسوريا الاحتلال الاحتلال لا زالت اصابعه موجودة في افريقيا مثلا في افريقيا هتلاقي هناك دول افريقية لازال فيها ناس ولائيا كده رغم ان هو بيحب بلده كل حاجة لكن ولائيا بيحب فرنسا لو جد كفت بلده في كفة وفرنسا في كفة يقولك لا لا فرنسا ناس نظيفة ناس محترة وناس متقدمة ناس اغنية شوفوا ازاي يا اخي الغني بيجتذب افئدة وعقول ونهى البسطاء لا ونعمى المكان اللي سنترتي فيه يعني فالموقف الذي احكي لكم عنه اليوم هو موقف البسطاء وهما الاغلبية احيانا يكونوا ستين في المئة من الشعب خمسين في المئة من الشعب كتير مش قليلين اول ما بيجو روسيا بيبتدي خلاص نية كده ضمنية ان هو لا بصوا هنا كويس هنا احسن وهو يمكن في الاول ما يتجرقش يقولك عندنا وحش ولكن مع الوقت بقلبه بيجمز بقى ببتدي يقولك لا لا البلاد بتاعتك ده عرب انت وحشين انت عرب وحشين وبلادك وحشة ومبنيك وحشة وبيوتك وحشة وعدادك وحشة ودينكو وحش يقولك ايه ده تب سب الدين لا لا انا قصدي تناولكو للدين هو اللي وحش يا باشا احنا بنتعلم الدين من الناس اللي بتطبقوه يعني اما بتيجي روسيا ولا اي دولة اوروبية ولا في امريكا بتلاقي الامريكان بيطبقوا الدين مسلا الاسلامي بشكل نظيف فعشان كده تقول اه يبقى الامريكان احسن من الله يا باشا انت الشيطان لعب معاك الدنيقة وخلاك دخلك في حتة العادات علشان يطلعك من حتة الدين ويطلعك من الملة فانتبه يا اخي ان تكون من المساطاء اللي بيتلعب عليهم الجيم الابليسي ده ان يجي بلد يلاقي فيها شوية حاجات نظيفة ومظاهر خداعة يجي يقولك جمدين احسن حاجة انضف حاجة اللي عندنا بقى مش نضاف ده مؤدب واللي عندنا ليه الادب ويبتدي بقى يعمل الميزان والمقارنة هي بتيجي خطوات في الاول ومتبقاش باينة بعد كده يبتدي يلمح بعد كده يبتدي يقبح بعد كده يبتدي يوضح بعد كده يبقى زي الوحش اللي مجنح بتقداش تسيطر عليه خلاص بقى شخص كاره لكل حاجة مش هقولك عربية لا ده اسلامية كمان ثقافة دين اخلاق صوت ما بيطقش الصوت العربي ما بيطقش صوت القرآن والعاذ بالله اجاركم الله واجارنا وحافظنا من هذه الامراض وهذه الاشكال عندما تصل الى حال الوحش المجنح وهذا النموذج انعته واسميه المغترب المنقلب فهذا المغترب المنقلب ان رأيته اما ان تنصحه او تردعه او تهجره ما عندكش خيار رابع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تسغفرك واتوب اليك شوفكم على قير في عفظ الله سلام عليكم شكرا جزيلا